أشكر فخامة رئيس جمهورية أذربيجان على كلمته وأدعو فخامة رئيس مكيسال رئيس جمهورية سنغال والرئيس الحالي لاتحاد إفريقي لإلقاء كلمته شكراً سيد رئيس رئيس عبد المجيد تابون أيها الأشقاء الأعزاء ألالة والسمو سيادة الرؤساء معالي الأمين العام للأمم المتحدة معالي الأمين العام لجمعة الدول العربية سيد الأمين العام للجنة الاتحاد الإفريقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلام سيداتي سادتي باسم الاتحاد الإفريقي أود أن أعرب لكم عن شكري سيد عبد المجيد تابون على هذه الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال الذي خذينا به بمناسبة إن أعقاد هذه القمة قمة جامعة الدول العربية وأنا أوجه لكم مع تحية الأخوية من الإفريقية إلى كافة ممثلية الدول العربية المجتمعين هنا في هذا اليوم الذي يصادف الزكرة الثامنة والستين لإندلاع الثورة المجيدة الثورة الجزائرية وأود أن أحيي الأبطال الجزائريين والجزائريات الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحرية على غرار الأمير عبد القادر هذا ما يذكرنا بمبادئ الوحدة العربية الأفريقية والتي هي متجدرة في ثقافتنا وحضارتنا من أجل استقلال جعوبنا وإن المغرب الكبير هو حمزة وصل الذي يسمعنا بآثنا ومنذ قمة مصر منذ أربعين سنة خلت نحن نمشي معنا من أجل تحقيق أحدافنا المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية وهي قضية لا نزال وسنزال ندافع عنها كما تفعله كافة جامعة الدول العربية ونحن نتقاسم حكمة عربية ونعمل على تعزيز التعاون العربية الإفريقية أنا أحيي مبادرة بنك التعاون الإسلامي والبنك العربي للتنمية في إفريقيا فكما تعلمون في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار يمكننا أن نبذل أكثر من الجهود وأن العبرة المستخلصة من جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا وأيضا تنشاء منطقة التبادل للحر ما بين العبرة للقارة الإفريقية يجب أن تبعثنا على مزيد من التعاون في مجال الفلاحة والسكن والبنى التحتية والمناجم والطاقة والمالية والصناعة الصيدلينية والطبية وهنا أوجه نداء لكافة شركائنا العرب بما فيه القطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود المشتركة في هذا الصدد في إطار الاقتصاد والاستثمار وذلك بالاستفادة من التكامل وإنه لمن المهم أيضا أن نبقى ملتزمين معا في الدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك الثقافة والحذارة وكما تعلمون هناك من يود أن يعلو بالقيم المحلية إلى العالمية أتمنى توفيق وأنجاح لأعمال هذه القمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا